اشتركوا في القناة يتعلق باستدامة الطاقة وإيجاد خيارات مناسبة للطاقة المتجددة المتاحة في البحرين وأهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث أوضح في كلمته ما ترنو إليه الحكومة الموقرة في برنامج عمل وحدة الطاقة المستدامة حرصا على استمرارية أسبقية المملكة في مجالات الطاقة المستدامة وقد أشر الوزير في كلمته إلى أهم القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقرة حول دعم فرص الطاقة الشمسية ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وتوحيد الجهود الوطنية لتحقيق المساهمات والنسب الوطنية والتي وافقت عليها الحكومة في الثانية من يناير الجاري بوضع برامج ملموسة لتسريع خطوات توسعة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مملكة البحرين وبما يضمن مستقبل آمن ومستدام للطاقة في البلاد هذا ويشارك في أسبوع أبو ظبي للإستدامة أكثر من 85 من قادة الدول والوزراء والمسؤولين من أكثر من 154 دولة شرفت أن أعرض تجربة حكومة مملكة البحرين في مجال الطاقة المتجددة والتطورات الأخيرة التي حدثت في مملكة البحرين في هذا المجال ومن هذه التطورات أن الحكومة الموقرة في 25 ديسمبر 2017 مجلس الوزراء الموقر وافق على ما يسمى صافي العداد القياس وهذا النظام يسمح لجميع المنتجين في البحرين أن ينتجوا الطاقة المتجددة وإذا كان عندهم أي إضافة عن حاجتهم أن يرجعوه إلى الشبكة الحكومية ويحصلون عليه خاص وهذا يصير أول مرة في تاريخ البحرين أن هذا النظام يطبق لأن في السابق كان إنتاج وتوزيع الكهرباء كان حكر على الحكومة ممثلة في هيئة الكهرباء والماء كذلك ذكرت لهم أن هناك الآن مشروع 100 ميجاوات من الطاقة الشمسية وأن الحكومة الموقرة قد عينت مساحة أرض لهذا المشروع وأن العطاءات سوف تقدم لهذا المشروع في نهاية الشهر القادم وتكون على أساس أن القطاع الخاص هو الذي يمول ويبني ويشرف على هذا المشروع مقابل تعرفه لحكومة مملكة البحرين وهناك تجارب أخرى لمملكة البحرين مثل تحويل المخلفات إلى طاقة وهناك مشروع لطاقة الرياح تجربة إن شاء الله تكون جاهزة خلال الأشهر القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر